الحقيقة من الحاجات اللي عمرنا أبداً ما ننساها أو الواحد ممكن ينساها مرور الوقت مهما كبر هي فترة الدراسة أول يوم مدرسة إزاي كان ممكن يتعامل مع أصحابه وقتها؟ إيه كان إحساسه وشعوره؟ شوية تفاصيل كده بتعدي على الواحد سنين كتير لكن بتفضل موجودة في الذاكرة ما تتنسيش أبداً أول يوم مدرسة ده تحديداً كان دايماً كده فيه مزيج من الخوف والترقب والحماس أول ما تدخل الفصل كده بتخش عالم تاني دنيا جديدة ناس جديدة بتتعرف عليها حياة مختلفة عن الحياة اللي بتعيشها في بيتك كان كل واحد بيحاول كده وهو جوه الفصلة يبص حواليه ويشوف مين الصديق اللي حيكون معاه بقى أيام المدرسة صاحبه اللي حيبقى معاه طول السنة يعني مشاعر كتيرة جداً مختلطة طبعاً النهاردة أول يوم مدرسة كلنا بنفتكرها وده حيخليني كده في أول حلقة أروح أسأل جمانة وأقول لها فكرة يا جمانة أول يوم مدرسة ولا لا؟ والله لا فكرة فكرة أول يوم مدرسة بعيداً أننا بالنسبة لنا صباح الخير يا مصر نفس الموعيد بنفس تحضير الشنطة برضو بس الشنطة بتختلف بنصح مع أولادنا قبل ما أولادنا ينزلوا المدرسة بنصح مع أولادنا فيمكن صباح الخير يا مصر أيام وفكرتك أو بتعيشني كده أيام مدرسة تاني لكن أنا فكرة أيام المدرسة فكرة أول يوم مدرسة كمان تحديداً وخلي قولك فكرة أول يوم مدرسة يعني أول يوم أدخلتني مدرسة عام مطن وفكرة بداية كل سنة أول يوم مدرسة كنت خايفة جداً جداً كنت خايفة جداً بس أول ما رحت فكرة كويس قوي ماما وهي بتطلع الهدوم وبتكويها ومحضراتي شنطتي وفكرة ما كانش في بقى لانش بوكس وقتها كان فيه عادي كيس الساندويشات عادي خالص كنتش فيه أي حاجة عادي جداً وفكرة أزازة فكرة كل حاجة وفكرة أنها وصلتني أول يوم مدرسة وفضلت مستنية شوية واتطمنت شوية لغاية ما شافت أن أنا بتعامل إزاي أول يوم مدرسة وأول يوم كنت خايفة جداً فعلاً بس عملت صحاب في أول يوم لكن أول يوم بقى في السنة الجديدة خلاص أنا مدرسة يعني فضلت فيها يعني من ونة صغيرة لحد ما كبرت فكل سنة جديدة كنت بندخل أنا كنت مسؤولة الناس الجديدة قالوا كنت بستلم لهم تعالوا بقى خشوا الفصل معايا بالضبط أنا كنت بس فكرة طبعاً اللبس متحضر أول يوم ده بدي بقى عارفين بيبقى خلاص الجدوى الموجود محضرين حاجتنا رايحين بيبقى عارفة صحابي اللي رايحا لهم كم زي واتطاق بستلم صحابي جداً وإحساس كمان الأب والأم مع ولادهم وفرحة الأب والأم جميل جداً أنه أول يوم مدرسة لما ابني أو بنتي يعني يبتدوا بقى يخشوا عالم مختلف ودنيا مختلفة زي ما بيقولوا إن هم يكونوا معاهم جميل جداً أن الأم والأب كمان الاتنين لو كانوا موجودين مع ولادهم يحاولوا كده يعني يعرفوهم على أجواء جديدة في حياتهم في المدرسة تقص حلوة جداً زي ما جميلة بتقول اللبس اللي احنا بنلبسه وهو مكوي الشنطة بتاعتنا وإحنا بنحضر الجدول بتاعنا أول يوم مدرسة يوم ما بتنسيش أبداً عايز أقولك يا جميلة أن أنا مثلاً عاد فترة فاكر يعني مش فاكر في السنين الأولى من الدراسة أنا بمدرسة أسألك بطلخبط بطلخبط يا جميلة يعني قالوا لي مثلاً الفصل بتاعك هو ده مش عارف المدربسين دايماً ببقى في حالة لخبطة شوي في أول كذا يوم لكن مع مرور الوقت احنا بنتعود وبنعيش حياتنا المدرسين بالمناسبة شخصية أي إنسان في الدنيا أو شخصية أي واحد فينا بتتكون من أيام المدرسة طبعاً الصدقات اللي بتفضل طول العمر هي الصدقات الأولى اللي بتبقى خلال فترة الدراسة الاتدائي وبعدها مهم جداً كمان تكوين شخصية الطالب كده والولد والبنت إنه يتعرض الأنشطة المختلفة مهم جداً يبقى فيه الموسيقى والرسم والرياضة والحاجات دي بجد جميلة أنا شايفة إنها من أهم الحاجات اللي احنا دلوقتي شوية بدأنا نهتمي بها تاني اللي هي حسس النشاط بنكتشف كده في ولادنا في بلاتنا ولادنا جوانب ممكن إحنا ما نكونش واخدين بالها بدنا منها في البيت في الفن في الرسم في الموسيقى في الرياضة ده بيأثر على شخصيتهم وبيأثر كمان على قدرتهم على التحصيل الدراسي كل ما تكتشف في ابنك أو بنتك في الأيام الأولى من الدراسة كده مواهب إبداعية وفنية ده ممكن يخليهم بعد كده عندهم قدرة أكتر على التحصيل الدراسي طبعاً مصرح المدرسة كان عافية يعني كان مهم جداً بالنسبة لي أنا كنت بحب التمثيل قوي بس أنا كل الأكتيفتيز كل الأنشطة اللي كانت في المدرسة كنت هتلاقيني موجودة فيها يعني إن كان بقى الحاجات ليها علاقة بالعروض المسرحية كنت موجودة فيها الحاجات ليها علاقة بالبيئة أو الرياضة أو الألعاب يعني كنت على طول موجودة برضو فيها ففعلاً فكرة اكتشاف المواهب حقيقي بتبدأ من المدرسة يا محمد مش بس فكرة أن أنت تكتشف المواهبة أو أن أنت تنمي المواهبة لكن كمان بتكسر فكرة الرهبة صحيح الطفل دايماً في أطفال بيبقى شوية عندها انطوائية إلى حد ما قد تكون تكسف شوية فكرة اشتراكهم أو انخراطهم في الأنشطة المدرسية بتكسر عندهم الحتة دي بيقدروا يواجهوا أكتر بيقدروا حتى يعملوا صحاب أكتر شخصيتهم بتبقى أقوى بيقدروا يتعاملوا مع الناس بشكل أفضل ده في حالة وجود مدرسة وجود مدرسين بالفعل عندهم القدرة بتاعت اكتشاف المواهب وده بيخلي كمان يا جمانة تجربة التعليم تجربة ممتعة طبعاً يعني ترفيه في التعليم ده مهم جداً أنا رايح هتعلم آه هتعلم رياضيات وعلوم وتاريخ وكل الحصص دي لكن جميل جداً أن يبقى مع هذه المواد العلمية فكرة المتعة في التعليم إننا يبقى في حصة للموسيقى وتاخد حقها يعني زمان كده أو من فترة كانوا دايماً عشان في آخر السنة جمانة للم الحاجات اللي لسه متأخرة في المواد الأساسية فناخد حصصاً للموسيقى والرسم والرياضة عشان تاريخ وفلسفة أو علوم ده غلط كبير جداً في رأيي وتقديري بالعكس أنا لازم أدي مساحة كبيرة جداً بالفنون دي لأن دي بتخلي التعليم ممتع ومختلف ومفيد وبيشكل شخصية الطالب المدارس طول عمرها بتكون هي زي ما بقولوا كده المنبع الأول للموهبة وبتخلي الواحد فعلاً مختلف في حياته وزي ما جمانة قالت الشخص اللي بيبقى عنده أنشطة كتير بيبقى عنده قدر على التفاعل في محيطه داخل المدرسة أو حتى التفاعل في المجتمع بعد ذلك طبعاً تبقى أنكم تتكلم على صحاب المدرسة لسه عندك صحاب من المدرسة؟ جداً جداً أنا مدرستي كانت قدام بيتي الابتدائي والإعدادي والسنوي أنا هو الرجل محظوظ جداً يعني حتى تجوزت برضو قدام يعني أنا ونفس المكان يعيش فيه فأنا عارف أصدقائي لغاية دلوقتي وهي دي الصدقات التي تستمر طول عمر طبعاً صحيح أن تحس أن الأصحاب بتعبتدائي دول أو المدرسة لسه معاك لغاية دلوقتي أنا لسه يعني الجروب اللي كان موقع وزي ما كنا بيقول عليها الشلة بتاعت المدرسة لسه موجودة لحد النهاردة ويمكن حتى في منهم ناس قريباً جداً جداً يعني عندي اتنين كده رانا ونورهان دول أقرب اتنين أول حد تفكري فيهم هما من غير ما تفكر والله هما فدقة بتلاقيهم موجودين يعني حتى ما ينفعش حتى نبعد عن بعض ويمكن دول أكتر صحاب أنت فعلاً بتبقى حاسس أنه أنت متطمن معاهم أنت هما دول فعلاً إخواتك اللي أنت اخترتهم أول ناس يعني بحس أن دول العيلة اللي أنت بتختارها عالتنا إحنا بنتوالب بنلاقي نفسنا فيها بس صحاب المدرسة تحديداً بيبقوا العيلة اللي أنت بتختارها ويمكن من أول قراراتك في الحياة ففي ناس محظوظة زي أنا وإنت الحمد لله يعني بيبقى عندهم صحاب قويسين وبيقدروا يعملوا أو يستمروا في العلاقة دي وفي ناس ممكن تكون مش محظوظة كفان هي عندها النوع ده من الصداقات لكن رجوعاً مرة تاني لأيام المدرسة حقيقة أنه أنا فاكرة كمان من الأوقات اللطيفة جداً في المدرسة طبعاً يوم الصبح ده بيبقى مشدود والبص والطبور ومش عارف إيه وبيقى فيه لخبطة كده كتير بس بقى أول ما تعدي الحصة الأولى في الثانية في الثالثة الواحد بقى كان بيهدى وبعدين يبتدي يستنى البريك أو الفتحة بالضبط يستنى بقى الفتحة دي جرس الفتحة ده أجمل حاجة الواحد كان بيسمح عايزة أسمع جرس الفتحة دي عشان أنطلق وأطلع رايح شوية ويبقى فيه أوقات لطيفة دايماً في أول أيام كده مش عارفة جمانة فعلاً نحن مش عارف طولنا في المؤدمة بس بنحاول نستعيد الزكايات بنفتكر بقى كده أم لطيفة بتحسي أول يومين ثلاثة في المدرسة لا أنا عايز روح بصورة عايز أرجع البيت دي بتبقى أظن طبيعة كده في البدايات الأولى لكن أول ما بتعرف على أصدقاء جداد وأصحاب وكمان دور مهم للمدرسين والإدارة المدرسية أنها تهيأ جو لطيف كده لأولاد عشان يحسوا فعلاً ما يحسوش بالغربة ما يحسوش أن هم مرة واحدة كده تنقلوا من حياتهم في البيت لحياة مختلفة في المدرسة فدور مهم جداً المعلمين نحن بنقضي وقت الدراسة نحن بنقضي وقت أكتر في المدرسة أكتر من البيت فمهم جداً المدرسة تكون مريحة بالنسبة لنا ومهم جداً أن المدرسين يبقوا عنهم على الطلاب مش بس في نطاق المناهج الدراسية لكن حتى فكرة الطفل اللي ممكن يكون قاعد لوحده منطوي مش مندمج مع زميله في الفصل أو حتى في البيت أو في الفسحة مهم جداً أنتوا تأخذوا بالكم منهم مهم جداً أن نحن لو شفنا طفل مش أشتر حاجة في الفصل مهم جداً تركزوا معايا كمان ممكن يكون عنده موهبة تانية ممكن يكون بيفهم بطريقة تانية أو بيركز بطريقة تانية فده دور مهم جداً وجانب تربوي غير الجانب التعليمي أو الدور التعليمي للمدرسة أو المدرسة اللي بتكون موجودة في الفصل فده مهم جداً أن نحن ناخد بلنا منه وعلى بقى بنوكلم على الأسرة كمان ما تصعبوهاش على أولادكو بلاش التوتر بتاع أنتو دخلين المدرسة وانتو يلا دخلنا المؤسكر بالعكس تجربة حلوة في حياتهم يعني بتمر الأيام نقدر نقول كده كبرنا كلنا وتخرجنا واشتغلنا لكن دايما بنفتكر أيام المدرسة الحلوة ذكريات جميلة الإنسان دايما بعيش بأحلى ذكريات في حياته وأظن أن أجبل فترة في حياة كل واحد فينا فترة الدراسة أول يوم مدرسة وأصدقاء العمر اللي بيكونوا موجودين أيام المدرسة يا رب كده يوم يبقى جميل ولطيف على كل الأولاد والبنات اللي رايحين مدرسة النهاردة وعلى الأباء والأمهات كمان تجربة مهمة جدا في حياتنا يا رب دايما تكون كلها فيها متعة وتعليم وبناء شخصية ونجاح طبعا لايحا احنا مش نطور لحضراتكو أكتر من كده تطورنا كتير متصفح لحضراتكو براتي صباح الخير وسعيدة وصباح الخير يوم مصر